موسيقى كل الشكر والتقدير للزميل المبدع بير نقبي على هذا التقرير المميز وعرفت طبعا على الأسماك وهميتها اليوم كمصدر غذائي للفيتامينات والمعادن ختام فقرات صباح الشارقة مشاهدين رح نتكلم عن رياضة المبارزة حيث تعتبر من أكثر الألعاب الفردية القتالية جمالا نظرا للطريقة التي تمارس بها والأدوات التي تستعمل بها فهي رياضة أولمبية تتم المواجهة بها باستخدام السيف المصنوع خصيصا لهذه الرياضة تفاصيل أكثر مشاهدين عن هذه الرياضة من خلال ضيوفنا في الستيديو الأستاذ محمد البشير خبير طبعا ومدرب المبارزة في نادي الشارقة الرياضي وخبير محاضر في الاتحاد الدولي لمبارزة وكذلك لاعب منتخب الإمارات المبارزة صلاح عبد الرحمن صلاح الحسني صباح الخير وحياكم الله معنا نهورتونا ويعطيكم العافية بداية الحديث مع أستاذ محمد نتكلم بشكل مختصر عن نشأة هذه الرياضة وتاريخ ظهورها بسم الله الرحمن الرحيم الرياضة المبارزة هي رياضة أولمبية وكانت موجودة في الألعاب الأولمبية من أول دورة أول عام الأولمبية في سنة 1896 الرياضة المبارزة تقتسم إلى ثلاثة أنواع ثلاثة أصناف أو ثلاثة سيوف فيه السلاح الشيش المعروف السلاح الفلوري السلاح السابر أو السيف العربي وسلاح السيف المبارزة الاختلاف في الرياضة هذه أنها أصلاً كانت رياضة قيتلية كانت منازمة من شخصين ويعني في العصور الوسطى خاصة في أوروبا كانت يعني لما واحد يتحدث لشخص ثاني يكونوا يتبرزوا بالسيف لغاية الموت بعدين تحولت إلى رياضة التحول هذا خلّى استعمالات الثلاثة للسيوف السلاح الشيش أو الفلوري اللي هو موجود تحت هذا هو يستعمل للتعليم كان تاريخياً كان يستعمل للتعليم فقط يعني هو كان اللاعب أو المبارز يتعلم على المدرب بالسلاح الفلوري أو الشيش وبعدين لما ينزل المنازلة الحقيقية يستعمل السلاح الـ آيبي اللي وهذا يعتبر، قبل، يعني في التاريخ السلاح الحقيقي للمنازلة يعني هذا يتعلّم به هذا شوية خفيف عشان تتعلم المهارات مغاد على تخفى السيف تتعلم المهارات والتكنيك المعين للسيف بعدين لما تنزل المنازلة الحقيقية الأستعمل للسلاح الحقيقي بعدين تحول إلى إصلاح الآيبي سلاح السيف الصبر يختلف شوية على الأسلاحة الثانية انّه السلاحين ثانيين هما الفلوري والآيبي كانت تستعمل بس يعني بالطريقة اللمس بالذبابة أو بالبوانت. السلح السيف العربي أو الصبر هذا جاء أكثر من الخيالة. من الخيال نعم. فهذا يستعمل القطع. يعني مو بس ألمس بالطريقة هذه. هل هذا حاد أم لا؟ لا مو حاد. طبعا هو عشان صارت رياضة صارت تعديل فيه قبل. كان حاد يعني تاريخيا. بس حاليا لا صار مو حاد. إذا ما تشوف هنا في نفس الدبابة هذه. ما تعور يعني تحمل هذا. فهذه هي تاريخ رياضة المبارزة. طبعا هي تمارس من الجنسين من الذكور والإناث. تاريخيا كانت بس لما بدت كانت فلوريا وإي بي سابر للذكور. ومعهم للفلوريا بس الإناث. بعدين في سنة 96 في الألعاب والأمبية في أطلانتا. دخلوا في الإي بي بنات. وستة 2004 في أثينا دخلوا السابر. فهذا صارت ثلاثة سيوف تمارس من الجنسين الذكور وإناث. ما شاء الله ذكرت أنواع مختلفة من السيف. ممكن أن تستخدمونها في هذه الرياضة. رياضة المبارزة. عالية اللعب أو لعب هذه الرياضة بالسيف؟ طبعا الرياضة المبارزة ما صارت رياضة. صارت فيها قاونين معينة. أول شيء كان صار فيه ملعب. ملعب طوله 14 متر. ويكون عرضه من متر ونص إلى مترين. هذا كملعب. ثاني شيء. تختلف على حسب السيوف. بالنسبة للسلاح الـ AP. اللي هو أصلا هو السلاح الحقيقي. جميع الجسم هو مصالح لللمس. يعني من الرجلين إلى الرأس. اللمس. بالنسبة للفلوري. اللي هو كان أصلا في تاريخين التعليم. بس الصدر والظهر. هي منطقة اللمس. جميل. سلاح الصبر. اللي هو أصلا من الخيل. هو بس نصف العلوين الجسم. يعني الرجلين غير صالح لللمس. بالنسبة للتاريخ اللعب. يكون فيه أول شيء دور المجموعات. يكون على خمس لمسات. وبعدين ندور حروج المغلوب لغاية 15 لمسة. واللاعب اللي يوصل إلى 15 لمسة الأول. هو اللي يفوز بالمباراة. جميل. حلو يعني فيه فئات عمرية. وفيه طوابط معينة لهذه اللعبة. صحيح. عبد الحمو. ما شاء الله لاعب محترف. بدأتك كم عمرك؟ 14 سنة. ما شاء الله عليك صغير يعني. كيف خبرنا قصتك مع هذه الرياضة؟ بداياً أنا كشخص كنت طال في مندرسة عادي. ما بعيد عن الرياضة أبداً. كلها نواعة رياضة؟ كلها نواعة. يعني ما لي شغل في الرياضة وهذا. جميل. فبعدين يأتي الأولمبيات المدارس 2015. يبقون شباب يلعبون هذه اللعبة. حلو. فتم اختياري عن من ضمنهم. الحمد لله يعني بديت أدربوا يهم. فال2015 ما شارك لاعب في البطولة. كان يلعبون ستة شخاص. وأربع يلعبون اثنين احتياط. أنا كنت من الاحتياط. جميل. فالسنة اللي بعدها لعبت. وحمد لله حققت المركز الثالث. ما شاء الله عليك. خلال السنة يعني. هيا. السنة اللي بعدها 2016. تاريخ 23 تقريباً. 23.5. حققت فيها المركز الثالث في الأولمبيات. وبعدها بديت انتسبت لنادي الشارجة الرياضي. جميل. في نفس السنة كان بداية الموسم تقريباً شهر عشر. وأول بطولة فيها شهر فمعش. الحمد لله حققت فيها. 2016. 2016. جميل. في نهايتها كانت بداية ثلاثة فمعش تقريباً. في إجازة يوم الوطني كانت. جميل. فيبت فيها المركز الأول تحت 15 سنة. إن شاء الله عليك. عبد الرحمن يعني من إنسان ما عنده إلمام أو حب أو شغل برياضة في سنة إلى بطولة. فهذا إنجاز ما شاء الله عليك. خصوصاً هذه الرياضة يمكن متعلقة بإذا هن في الأفلام القديمة ورياضة النبلة والأمراء كيف يتعلمون المبارزة. فتوقع يعني فيها نبل وفيها شرف وفيها مصداقية هذه الرياضة. فخلال سنة ما شاء الله عليك يعني رفعت رأس الشباب باليوم. ما شاء الله عبد الرحمن بعد يقول عمره 14 سنة. فأهنا نتكلم عن العمر شوية. نتكلم عن العمر المناسب اليوم للتدريب أو للدخول لممارسة هذه الرياضة الجميلة. رياضة المبارزة من مميزاتها أنها ممكن تتمارس من سن سبع سنوات يعني كأصغر سن لغاية سبع وسبعين سنة. نقول يعني قبل مدربين يعني ما شاء الله أنا مروا عليه كثير يعني من الناس. كان يجيب عيال عشان يدربون. بعدين هو يجرب لا يحبها فأصبح هو نفسه ممارس يعني. وبعدين نفس مقال هو كان بعيد عن الرياضة لأنه تعطيك شوية رياضة مبارزة. وما فقط تحتاجها القوة وتحتاج إلى فكر معين حتى تلاقي يعني ما شاء الله لعبين لمبارزة كثير متو مميزين في العالم. يعني تلاقي مثلا وزيرة شباب والرياضة في فرنسا لعبت مبارزة. رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لاعب مبارزة. رئيس ولجنة الأولمبية الموجرية الهنجرية لاعب مبارزة. فنوعنا عندها فكر معين لأنه يتطور سوي الفكر . يعني مو بس قوة تحتاج القوة لا احتاج إلى فكر معين . إلى مرونة تحتاج إلى خبرة. وبعدين حتى البنات شوية ميزوها اللعبة هذي ليش لأن لما تلبس القناع أو المسك تحس نفسها محمية البنت يعني فهي ممكن تعبرة تتظر شخصيتها على الملعب أفضل من تكون مو ملابسة في رياضة ثانية لأن تحس نفسها محمية شوية فهذه من مميزات اللعبة يعني وسائل الحماية كذلك مهمة وموجودة ومتوافرة نسبة الأمور في هذه اللعبة كم؟ 100%؟ 100% لأنه مع مرة تاريخ صارت بعض الأحداث اللي ما تذكر ليش لأنه يعني كانت أخطاء من الناس معينة لأنه فيه طبعا قوانين معينة مثلا القناع هذا يتم اختباره يكون يعني فيه يعني قوة صد معينة اللبس نفسه يكون لازم يكون 800 نيوتون يعني فيه أشياء معينة قبل أن تبدأ تلعب لازم تكون متوفر عند اللاعبين جميل فرح من شاء الله عبد الرحمن قلت أنك أنت تمارس أو تمارس هذه الرياضة وبعد حققت إنجازات كثيرة يعني ليش اخترت هذه الرياضة بالذات وشو اللي يميز موجهة نظرك يعني هذه الرياضة عن باقي الرياضات الثانية شوف هي الميز يعني شو اللي خلاني هاي صدفة هي ما كتعرف شو السبب غالي لاحي ما عارف شو السبب صدفة بديت في اللعبة والحمد لله يعني أنا خذيلني يعني بديت في المنتخب قبل ما انتسب النادي في فدرة الإجازة بعد ما يبت مركز الثالث في العلمبيات يعني قبل ما انتسب إلى النادي رسميا وهذا وصلي يعني كتاب من الاتحاد مبارزة انك احد عضاء يعني الفريق المنتخب فهذا اللي شجعني اكثر انه استمر يعني في هالعمر والصغر السن وهذا انه احد الفريق المنتخب حلو يعني يعني برايك شو لي مزها عن باقي باقي رياضات ليش ما شددتك مثلا كرة القدم السباحة الفروسية ركوب الخيل يعني يعني والله ما عارف شو الضغط بس احسن يعني في ذكاء يباله ذكاء عالي انه يعني حتى كتدريب وتدريب وهذا مو اي شي يجب يباله تفكير بتقول بتقول السرعة وهي بس لا بعد يبالها التفكير شوي كيف نتيب اللمسات كيف انه مثلا في حركات يبالها اوكي انت سريع بتسويها بس اذا ما كنت مركز ما بمستحيل بشأ الله يعني شغوف ولا تركيز بعد لا وجميل انسان وقاته يتعلق في هواية ويحبها يحبها من قلبه ولكن ما يعرف شو سبب هذا السر هذا الحب فدائما تشوف شغوف فيها ويبحث عن انه يكون مبدع فيها كابت المحمد اليوم يعني النوادي وعلى سبيل المثال هذه الشارقة ما شاء الله صار في الكثير من الرياضات وخصوصا صار في تطور يعني في هذه الرياضات كيف قاعد تشوف الاهتمام القائمين على هذا الرياضة وفي امارة الشارقة وفي دولة الامارات بشكل عام بصراحة يعني امارة الشارقة وخاصة النادي الشارق الرياضي يعني أنا نشوف قدم مجهود يعني رح نشوف ثماره بعد فترة قصيرة انه صار فيه اهتمام كبير بالرياضات الأولمبية والرياضات الفردية في نادي الشارق الحقيقي في بنية تحتية كبيرة قاعدة تصير يعني في فرع الحزانة يعني في صالة رح تكون صالة تابعة لمبارزة وأول صالة موجودة في دولة الامارات مختصة بالمبارزة فقط وهذا رح نشوف ثماره بعدين ناس يعني قاعدة تبني على مستوى يعني مشروع بطل أولمبي رح يكون إن شاء الله في القريب العاجل وفي دعم كبير يعني من مجلس إدارة بصراحة وإدارة العرب الفردية وفي دعم كبير بعض من مجلس الشارق الرياضي بصراحة قاعد يساعد فينا كثير وموفرنا جميع التسهيلات من معدات من معسكرات أو شيء يعني فيه برنامج طويل إن شاء الله يعني سنشوف ثماره قريب يعني إن شاء الله ندخل تفاصيل أكثر شوي في هذه اللعبة الجميلة أو هذه الرياضة المميزة يعني قلنا نتكلم شوي عن الطريقة الصحيحة اليوم اللي مسك السيف على سبيل المثال طريقة التعامل اليوم مع الخاصة على سبيل المثال وغيرها من الأشياء هذه كيف ممكن أنتم تعلمون اليوم المبتدئين يعني كيف تشوف عبد الرحمن يعني عبد الرحمن ما شاء الله من اللعبين المميزين يعني بعضين بعض شوي رح نساوي تقريبا عرض لدرس نحن في شوي سنة الرياضة المبارزة يكون في علاقة خاصة ما يبيد اللعب والمدرب إن المدرب يقف قدام اللعب ويعطيه يعني تقريبا حالات معينة من اللعب هو لازم يلاقي الحلول كانوا في وسط اللعب يعني لازم يلاقي الحل أنا أعطيه مشكلة يعني رح نشوفها بعد شوي هو لازم يلاقي الحل كيف يتفادى أني أنا ألمسه وهو يجيب اللمس بطريقة معينة في تكنيك معين وأنا أحاول أوجهه كل مرة إلى مكان معين ورح نشوفها بعد شوي في وقت معين عشان يوجد هذا الحل لهذه المشكلة طبعا إذا هو رح يتأخر أنا رح كمدرب شو رح أقوله أو رح ألمسه على طول فعقاب رح يكون للمس فهو رح يحس أنه فيه خطأ صار لازم يكون أسرع مثلا أو إذا هو رح مكان ثاني رح للمكان لا لازم أنت إذا ما محصرت في المكان هذا السيفي تروح للمكان الثاني فأنا دايما أقترح يعني كمدرب أقترح لحالات معينة ولازم هو يلاقي الحل ممكن بعض أحيان يخطأ وهذا زي زي زين لما تخطأ تتعلم بس أهم شيئك لما تصل لله تكون أنت فاهموا شو اللي سيكون يلا نمو نشوف نمو نختبر عبد الرحمن يلا تفضل يلا بسم الله بسم الله نتابع معكم مشاهدينا طبعا عبد الرحمن نخلنا لباس للناس المشاهدين هو لعبة متخبة الفلوري فرحنا رح نقدم حاليا درس في سلاح الفلوري حلو يلا تعلم ملع سبرا هيا الفلوري ها جيدا هناك أنواع ما شاء الله هناك ثلاثة أنواع سلاح الفلوري والصابر والفلوري حاليا نحن نقوم بسلاح الشيشة والسلاح الفلوري سوف نشتغل هنا لا أدري رح يخرب التاريخ هنا الكاميرا من هنا دعوا يكون مقابل الكاميرا خطوا أحدكم حاليا أوقف هنا جيدا طبعا زي ما شاهدوا فيه اللبس هذا اللبس اللاعب المبارزة يكون متكون من قناع أو ماسك نعم من بدلة كاملة هذه الحمحمية بدلة يكون فيها جاكات وطنطلون مبارزة نعم وهذه الصديرة يكون موصل بالكهرباء عشان يكون فيه جهاز ينور عشان يثبت للحكم أنه فيه لمسة صارت فيه لمسة نعم لمسة صارت عشان ما يكونش فيه أي شيء طبعا يكون عنده قفاز والسيف سيف فيه آخر يكون فيه ذبابة هذه بالطريقة هذه لما دوس عليها فيها نفس السرينغ اتفضل نشرح لسادة المشاهدين نعم أول شي دعوا احنا عنا كود شوية في المبارزة أنه قبل ما يبدأ الدرس يجب يحيي المدرب نعم وبعد ما الدرس يجب يحيي المدرب أول شي نبدأ بالتحية بيكون بالطريقة هذه واحدين بعدين نبس الماسك ما نشوف عرحين يعني قدامنا عرض حي طبعا لغة المبارزة بالفرنسي نعم نبدأ شوية بالتسخين يجب اللمسات بحكم مفاق نعم مفاق نعم ما نعم هذه حليل أنا قاعد أسخن كي يعني ساني سخن بس إيده شوية قويما ندع شوية الدرس أنا أوجه له الأستيخ هنا يعني أهدد من تحت الهدف ويجب أن يحمي نفسه بعدما يحمي نفسه يجيب عليه اللمسة إذا أنا غيرته هنا يروح مكان تحت ويجيب اللمسة ممكن نفس الشيء نسيب على الحركة أتقدم أنا يلمس نفس الشيء هنا إنما أفتح بمسافة يسويها مع الطاعة نعم بعدين أعجمه هنا يتم بشكل أسرع مشاهدينه بعدين أعجمه هو يصد ويجيب اللمسة نفس الشيء مع الحركة عمليات مهاجر ومشاهدينه نعم أعجمه هنا يجب أن يصد ويجيب اللمسة يمسك السيف ويجيب اللمس عندما يهجمه يجب أن يدفع نفسه حسنا يهجم يمسك حسنا مسافة قليلا يجب أن يتحرك معي وسأضع مسافته حسنا أخريبا هذه نوعية من اللمسات بعدين أنا ممكن أصعب له قليلا نعم 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 رياضة محتاجة ذكاء محتاجة سرعة أنا ممكن أن أهده ويشعر أنه في خطر مكانك حين أنا لمسك أعلم أنه لا يجب أن يحل نعم حسنا سلام أعطيكم العافية أعطيكم 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 العافية لعب منتخب الإمارات للمبارزة عبد الرحمن صلاح الحسن أعطيكم العافية أعطيكم العافية شكرا لوجودكم أعطيكم شكرا لكم شكرا لكم إذا مشاهدنا هنا وصلنا إلى ختم جميع الفقرات صباح الشارقة اليوم نلقاكم بإذنه تعالى غدا في حلقة جديدة بمواضيع مختلفة أترككم في حفظ الله وراعته مع السلامة نراكم باتر في حلقة جديدة مع السلامة